نشرت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين تقريرا للرد على التقرير النصف السنوي المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات حول أماكن الاحتجاز وتشريعات حماية السجناء أكد تقرير التنسقية أن مصر غيرت فلسفتها تجاه فكرة السجون وقامت بتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل لانخراط السجناء في المجتمع مجددا وأكد التقرير أن النزلاء يتمتعون بالزيارة الاعتيادية والاستثنائية كما أن جهود الدولة غيرت مفهوم الحبس وتطوير أماكن الاحتجاز